أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفضي أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين مشددا على أن هزيمته لن تتحقق إلا عبر تعرية عقائديته ودحر ثقافة الكراهية التي تغذيه وعرب الصفضي عن تعازي الأردني بضحايا العملية الإرهابية في فيينا والتمنيات الجرح بالشفاء مشيرا إلى أن المملكة كانت صباقة في مبادرات تعزيز حوار أتباع الأديان وثقافة الوئام والسلام والمحبة والعيش المشترك كما دانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وشددت في بيان صادر استنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار العالمي وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين اشتركوا في القناة